السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو اليوم سوف نضع الخبز الكامل هذا الخبز الذي مليح بثاف الصحة ينضار بالفاينال الكاملة كما على بلكم فاينال الكاملة مليحه و يعني ما تسمونه سورتون الناس اللي يكونوا ريجي احنا اعطيكم انليان لتحته باش تتخلو فيه تشوفوا هاد المنافع هاد الفاينال الكاملة و ما نطوش عليكم ما يبدو نوجدو هاد الخبز نضع الريسيبيون نضعها الثلاثة كاملة فاينالكامل باستخدام 3 كيسان ونصف اضع الاخترافة صغيرة لتعامل و اضع الاخترافة كبيرة لتعامل الخبز يعني بعدها نضي الملح من جهة و الخميرة اضع الاخترافة كبيرة لتعامل اضع الاخترافة كبيرة حلب بودرة يعني مليح بثاف في الخبز يجبنا الخبز خفيف و نضع سانوج هذا الذي تريدوه و الخلطه بعد الكتان يعني الاخترافة كبيرة لتعامل ديرو شوية شوية منهم نضع الحفرة و نزيد زوج مغرفة كبيرة تستعملون زيت زيت نجيب المادة في ونقعد نزيد فيها بالعقل ونطم لعجينة حيث تكون شوية متلوقة يعني تلسق في اليد وبعد كين عجينوها رح تعود تشد روحها شكرا شكرا العجينة عرا هي نطمت كما رأيكم ترون فيها يعني ما زالها تلاسق ثم نضيفها في البلونت الدرافا ونبدأ نعجن فيها نعجنها او 5 دقائق اكثر حتى ترى شدة روحها ونستعملها فسيلا انا لم اجلتها كما سترى بها ستتنحى من الطابلة هذا يعني كتابة لكي تعرفوا بإمكانها ستتنحى من الملع اشتركوا في القناة خمس دقائق كما قلت لكم ما يشتلسقنا في طابلة كما راكم تشوفوا دوكا يعني نكورها ونحلها كده حربوش يكون عريت شوية ونقسمها لأربعة خبزات موسيقى موسيقى ودوكا نصيب عجينة ونضعها في طابلة نرشع لها الفارينة من تحت ومن فوق ونحلها يعني ملاح رقيقة 1 كات ميليمتر هكذا فرنا مرة ما كملت حليتها ندورها نروليها هكذا ونقوم بتحضيرها كما الخبز ونجلب سنيوات مرشوشة بالفارينة ونضع فيها هذه الخبزة وعندما فاصلت كامل الخبزة وضعتها في سنيوات نضع موسة ماضية ونجووز عليهم من فوق قبل أن تخمر العجينة نضع هذه العفسة لكي تشليحات هذه يعني يجوشها في الخبز ونجعل هذا الخبزات يخمر 1.5 ساعة حتى 45 دقيقة أنا نضعهم في فور يكون مسخن وبعد طفيته نضعه يدوري 20 مينوط ماكسيمم يخمروا ملاح وعندما يخمروا ملاح الخبزات نضعهم من الفور يطيبوا على 250 درجة يعني يكون سخون ملاح يعني سخونته 11 دقائق من قبل وبعد طفيته سيكون ملاح الكثير الخبز سيأتي محمر ملاح ومقرمش وخلوهم يطيبوا حتى ونتحمروا ويتنفقهم له فالله هولي كمور معطاب الخبز كما راكم تشوفوا فيه تحمر ملاح وما يديش بزاف الوقت في الطياب بين 20 حتى 25 دقيقة ماكسيممهم وذوق نقسم لكم مورسو يعني شوفوا كيف يجي يجي خفيف بزاف وما بالداخل ما يجيش معجن وكما قلت لكم يعني صحي ان شاء الله تكون عجبتكم لاريساتها اليوم وإذا أجبتكم مساج دير وجام تابعونيو تاك تيفيو لاقلوش باشي لحقوكم مورسات سلام